اشتركوا في القناة انتم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابتو وانسحبوك وفقروا من معركات دي بلا كان مجرى ومدبها هلو والذي بقى نطرتو سيك الحوار ولا قرار كفتنا سأل انقاننح تقرال هالليت ميت دقلا لانقاننح في الشعب وبعد ما خرج المسلمون من دائرة التطويق ونجحوا في التمكن من الشعب حصل بينهم وبين المشركين بعد المناوشات الخفيفة الفردية ولم يجتر المشركون على التقدم والمواجهة العامة وانما بقوا في الساحة قليلا مثلوا خلاله بالقتل فقطعوا اذانهم وانوفهم وفروجهم وبقروا بطونهم وبقرت هند بنت عتبة عن بطن حمزة حتى اخرجت كبده ولاكتها فلم تستطع تسيغها فلافضتها واتخذت من الاذان والانوف قلائد وخلاخل طيب ربي سبحانه وتعالى اندواف القيوم لمسلمين من نكردون من دائرة لديوا عدقان على ومنعوا فقروا ونجحوا ومعركات خففة ومناوشات خفيفة وحالات فردية كمسألة تقبع لديكو المشركين جرأت من دو دو اندشت جعو قدم يدقدموني قدم يحلفوني مواجهة شاملة وعامة لدو يدقدموا قدم اسكم اذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لكن ديباء كان لصاحات القتال لحظة ديباء ديباء اصبروا شوية مسافات عنهم ديباء وليبقل له وقت قل له اللي قل له سحابات قل له شهداء لقدرهم باتقوا ولا انفوتاتهم باتقوا ولا احمس منو قليكا يمكن شوهوهم وفروجهم باتقوا ولا اكبودهم ولا سعطروا وإلا هند بنت عدبة إلا كبد حمزة قل له سعطرت ولا كبدتو الأفقرات ومعي تقردتا وقلت بالعاي قدرتني وطفعتا وقلتا ومن اذن هيا سحابات رضوان الله عليهم ومن اعنفوتاتهم ديبتقاد لقبي كمسر السلاسل وخلاخل اللي تكت لقبي وديب ايدي ديبقارل التلبس لا حجال حجال كمسر لهو حجل واللي الوديت ان اذن سحاباتهم ومن اعنفوتاتهم رضوان الله عليهم ان شاء الله قرب را قولك بألبو روحاتها ومسرب العالمين بصدقوا بإيمان قيسة أسأل الله سبحانه وتعالى إلا الأكرماننا ولا مسلمين وجاء أبي بن خلف متقطرسا إلى الشعب يزعم أنه يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربة في تلقوته لو كده اللي يعني من أولا حالات فردية تنبيه أن يكوني اللي وواتكا واندلق إحر كما بأراي أسك لجماعة ومسافة أكان فرس لبولة من ما يمكن زي مسافة قرب بسبب إلا تتأذي الله دي بحلك اللي أبي من خلف ثم جاء رجال من المشركين يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد وعلوا في بعض الجوانب الجبل فقاتلوا عمال الخطاب ورهطوا من المهاجرين حتى هبطوهم من الجبل وتفيد بعد الروايات أن سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه قتل ثلاثة منهم كمسالي هما أبو سفيان بن حرب وخالد بن الوليد مجموعة منهم مشركين دانس أو دي بدا برمت أو العرب دي بدا برعلقو عمار بن الخطاب تتصدق لهم وتواجه يوم وتتكبط يوم وقاتل يوم وبلز أقبلو حتى أن ديودو كاره تحت وكمان روايات قاله هيني خبر تمت دي التبل تعد بن أبي وقاس ثلاث نفر قتل منهم وبلغ قراء وبلغ عدد قتل المشركين اثنين وعشرين وقيل سبعا وثلاثين اللي منهم مشركين لموته يبلغ معركات إسراء وكرئية أو ثلاثة وسبوع تمت بها سبعة وثلاثين اللي منهم مشركين لموته أما منهم مسلمين كله موته اللي لا خبر للهم من ناتو المسلمون فقد قتل منهم سبعون أما المسلمون أما المسلمون فقد قتل منهم سبعون من المسلمين سبعين نفر تشهدوا كفوزهم لدقمهم لتفاصيلهم واحد وعربعين منهم خزرق تشهدوا فوزوا واتنين وعربعين منهم أوس منهم أوس فوزوا الليهم أربعة وعشرين وواحد واحد واربعين واربع وعشرين الليهم خمسة وستين توم وأربع مننا مهاجرين وأرود مننا يهود كلهم سبعين توم لمعركة ديبا لا تشهدوا لمعركة أحد لا تشهدوا سبعين توم واحد واربعين مننا خزرق علو واتنين واربعين مننا أوس علو وأربع مننا مهاجرين وواحد من اليهود قضوان الله عليهم لتاريخنا الإسلام وحزتنا الإسلام وقواتنا الإسلام ديبقول لهم لاتبنيتا دين ديبقول لقيس دم نعمته أصريه بدي وأصرو فرندن تفري ديبال واحد ديبالدنيا وديبالآخرى ديبالدنيا سنين الدقام وديبالآخرى ديبالربي هو جنة الفردوسة إن شاء الله جنة الشهداء بلونتم شهداء الإسلام وبعد المحاولة الأخيرة الفاشلة من أبي سفيان وخالد بن الوليد أخذ المشركون يستعدون للعودة إلى مكة من الله وحر ولما حاولت خالد من الوليد وأبو سفيان بدأ برقل بطلحده كمرد من الخطاب ديبالسيوم وبهلا مسحب من يعني سعدونا بوقات سلسقات لمنهم حقال له حد كما كمو وسب ما كقال لعبرة فكرة على وكالحساب كم سأل لك وحل ما لمو كاسب ما كقال لعبرة لحد على وحقوما لما عدد كم سأل أنتهد نايته أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما تمكن من الشعب وأطمأن فيها جاءه علي رضي الله عنه بماء من المهرس النبي صلى الله عليه وسلم أحيق سدبر أطلو ودفع سنة أطلو وهم استرجعوا ونفسهم رتبوا وصفودوا وتنزموا يعني لو حر لما أطلهم كان سنقل لواجه وسنقل قاتلو ديبالة كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه بنبي طالب مطاع وماي أمطأيو ماي و أكان من حد ماي لتناس أمنا ماي تقبط على مهرس لبولا كمسال بععد كمسال غالي كمسال الحاجات كمسال بركات و منه ماي أمطأ علي بنبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم يعني غلستم أنه كمسال عمطأيو ريحت على ديبو النبي صلى الله عليه وسلم يشتب منه لكن قطحت بمنه و ديباحن قالو بلسا منه لأنه زمن الدف منه على صلى الله عليه وسلم زمن الدكا منه على وفاة نو ولدتم أدلا وقد إلا رضي الله عنها لدان قابلة كعلي ولبير لليف لناي عندنا سأتكاين لنده عنددد منه عنددفاة تفاة قلها جارح قل الأم ديبو تأتكلا على رضي الله عنها منه حسير ومنه بيروب لناي كعلي منه عندنا سأتكاين منه عند قام دتو لليها لتافي لناي وليف لباري أبو قل النبي صلى الله عليه وسلم اللي أقام اللي أقل على رضي الله عنها بما إنساء أقن أرجى رح بالتطبط وكمان في نوس الوقت محمد بن مسلم إبماي قررون مطأ السحاب رضي الله عنه ونبي صلى الله عليه وسلم قل look النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الخير دعاقل والضهر والعصر صلى الله عليه وسلم قصوا إن دانتو السلايا وسحابتنو قصوا من دانتو مسأل واسره وأنساء مهاجرين معطائية من أحر وأنسار وباكان عائشة رضي الله عنه المؤمنين عالة ومأمن ومسليم ومسليط وإلن ما يمأ لعلى لقرب أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه لما تمكن من الشعب واطمأن فيه جاءه علي رضي الله عنه بماء من المهرس وهو ماء بأحد يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد له ريحا فلم يشرب منه بل غسل به الوجه وسبه على الرأس فأخذ الدم ينزف من الوجه ولا ينقطع فأحرقت فاطمة رضي الله عنها قطعة من حصير وألسقته فاستمسك الدم وجاء محمد بن مسلم بماء سائق فشرب منه صلى الله عليه وسلم ودع له بخير وصل الظهر قاعدا وصل المسلمون معه أعودا نبي صلى الله عليه وسلم دهر قسوين أنتوا سألها والمسلمون سألهم قسوين أنتوا سألو وجاءت نسوة من المهاجرين والأنصار فيهن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأم أيمن وأم سليم وأم سليط فكنا يملئان القرب بالماء ويسقين الجرحة رضي الله عنهن أجمعين يبلغ كله سعمل لنا يبلغ كفال الله سغل كفالة ماتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة